سعيدة جدا بتجربتك وتعالي كده نتكلم في البداية عن اختيارك للراحل يوسف السباعي اختيار جريء شخصية غنية شخصية مليانة بالمراحل ومليانة بالمحطات المختلفة اختيارك ليه كان ليه? لسبب شخصي ان انا ستي الله يرحمها كانت بتحبه جدا الله يرحمه ولسبب انه انا بحب قراءاته وملاقيتش كتير عن حياته اه فهو كان اختيار جريء ومغامر لنه مفيش مصادر كتير عنه فخلينا يبدأ من الصفر وده خلينا يتسأل هو ليه مفيش كتابة كتابة يعني مفيش سيرة مكتوبة عنه فشجعني بصراحة انا بحب اروح للاماكن اللي ما حد اشرح لها كتير رحتي ولقיתי اكيد يعني محطات مهمة جدا ولقיתי مراحل مهمة جدا لقيت شخصية غنية جدا وثارية جدا زي ما كنا بنقول ايه اكتر المراحل والمحطات اللي لفتت انتباهك وكنت شايفة انه مهم جدا ككاتبة انك تلقي الدوق عليها في حياة اروائي يوسف السباعي يمكن مرحلة الطفولة لان هو تأثر جدا بولده محمد السباعي كان قديب ومترجم وتأثر بعموتها السباعي كان رجل سياسة الى جانب انه كنه طبيب يعني فالمرحلة دي هو تأثر بشكل كونه بعد كده لو بصتي على حياته هتلاقي انه هو اصبح اصبح قديب واصبح رجل سياسة ورجل دبلوماسي فيمكن المرحلة دي انا حبيتها صلت الدوع عليها حتى بدأت الكتاب بيها يعني مشيت بترتيب زمني بداية الاول اصلا حياة محمد السباعي بشكل مقتدب وبعدين طفولته ونشأته انه هو كان بيساعد والده في طباعة الاعمال بتاعته المترجمة انه هو بيروح المطبعة بيها فالمرحلة دي كانت ثرية جدا يعني دايما بيشوفوا الطفولة هي المكان اللي احنا بنرمي فيه البذرة واللي منها بتطلع بقى الحكايات كلها وبتطلع الشخصية وبتتكون وكل حاجة بالزبط فكنت عايزة اركز على البذور دي بدأت احكي لنا بقى عن الجذور واحكي لنا عن الطفولة واحكي لنا عن ايه اللي عرفتي اللي مش معروف عن ألواء يوسف سباعي خاصة انك في بداية كلامي قلتي انه اصلا مش مكتوب عنه حاجات كتير يعني انتي بيعد كتابك زي كتاب فيه قدر كبير من التوثيق لحياته والمشواره والطفولته والمحطاته اللي مر بيها هو انا بحاول اخليها كلمة تجميع تجميع او لان التوثيق عشان يكون فيه توثيق لازم يكون مع شخص لازم يكون حواري وتسجيلي مع الشخص نفسه اوكي لكن مرحلة الطفولة هو حياته كانت ثرية في طفولته جدا لانه نشأ في حي السيدة زينب وبعدين انتقل بعد كده الشبرة الحيين من اصول مصر طبعا في احياء شعبية بالمعنى الجميل للكلمة صحيح وده اثر بي اصل اللي هو عاش فيها اثرت كمان بعد كده على كتاباته يعني هو لي كتاب اسمه بين ابو الريش وجنينة نميش كان بيتكلم عن مغامراته في الفترة دي الى جانب ان هو كان دراع والده اليمين في الامور دي يعني كان بيروح مثلا ياخد الدشت بتاع الطباعة ويروح به المطبعة كانت مطبعة في رود الفرج عشان يطبع الكتب ويستلمها ويرجعها الوالده فاعتقد ده يعني خلق شخص عينه مفتوح على الحياة قادر يرقب وقادر يبص وقادر يسمع ودي اعتقد من الحاجات المقاومات الاساسية في الكاتب والروائي ان هو يكون قادر يشوف الشخص العادي مش شايفه وقادر يسمع الاصوات اللي بتكون البيئة الصوتية اللي هو يقدر يكتبها في عمل او في رواية هو طبعا كان يعني رجل عسكري كمان وده اكيد اضاف لشخصيته كتير واضاف كمان لكتاباته كتير هل كان واضح ده من طفولته بما انك كنت بتتكلمي عن الطفولة واهتمتي بالطفولة هل التزامه مثلا كان حاسم جدا هل كان فيه اهتمامات معينة في طفولته كانت بتشير لده وبعدين نتكلم عن طبعا كونه رجل عسكري وقديب كبير جدا اعتقد هو ده بدأ عنده بعد وفاة والده يعني اتخلق عنده المسئولية لان والده توفى في سنه صغير وهو في سنه صغير فده خلق عنده مسئولية اتجاه الأسرة فممكن يكون ده دافع خلايا لطحق بالعسكرية لانه العسكرية معروفة بالانضباط والحسم والحاجات دي كلها فده اعتقد الدافع الاساسي وفاة والده وهو في سنه مبكر لكن غير كده لا هو كان شخص يميل اكتر انه هو يطلع قديب يميل اكتر انه هو يطلع قديب هل عنده اي تجارب للكتابة؟ بدأت تجاربه في المدرسة غير انه كان بيساعد ولا؟ كتب في المدرسة وعمل ثلاث مجلات في المدرسة وكاول يعني اول حاجة كتبها كانت قصة اسمها ام الانواء نشرت بعد كده بتقديم من طاح سين بس دي اول حاجة هو كتبها يعني كتجربة صادقة او تجربة ينفع تتقال عليها تجربة ادبية مرحي نشترك